السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية الفطير المشلت في المنام. اولا رؤية الفطير المشلت في المنام للعزباء ما زال على شكل العجين فهي بشارة بالخير لها. كما ان رؤية الفطير المشلت في المنام للعزباء فيشير الاقتراب موعد الزواج لها. ورؤية الفطير المشلت في المنام فيدل على تحقيق ما تتمنى العزباء في حياتها. اما عن رؤية الفطير المشلت وهو ساخن في المنام فيشير الى سوف تنال على حياة مليئة بالسرور والفرح والعيشة السعيدة كما ان رؤية الفتير المشلتت في المنام العزباء فهيضل على ان حياتها مليئة بالبركة والخير ورؤية الفتاة العجينة وابيض فيضل على تمتع بالاخلاق الحسنة والعفة ورؤية تناول الفتير المشلتت بدون ان ينضج فيشير الى انها متسرعة في قرارتها تفسير حلم الفتير المشلتت للمتزوجة يدل رؤية الفتير المشلتت في المنام المتزوجة على الصلاح لها ورؤية الفتير المشلتت في المنام المتزوجة فيدل على انها تتحمل مسئولية كبيرة كما ان رؤية الفتير المشلتت في المنام المتزوجة فيدل على الخير والبركة في حياتها ورؤية المتزوجة للفتير المشلتت الساخن في المنام يدل على الحياة السعيدة تفسير حلم الفتير المشلتت للحامل رؤية الحامل للفتير المشلتت في المنام فيدل على الصحة الجيدة لها كما يرمز الفطير يمشلت في المنام الحامل على الحظ السعيد لها وروية تناول الفطير يمشلت في المنام الحامل فيدل على جنينها يتمتع بصحها جيدة اما روية الفطير فيشير ذلك الى الخداع ووقوع الحالم في المكان وروية الفطائر في المنام يرمز على العلاقة المخلصة كما ان روية الفطير في المنام بمثابة انزار للحالم للحصر من الحق دين والاعداء حول الرأي وبكده تكون حياتنا النهاردة خلصت لعجباتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته